اشتركوا في القناة وبإذن الله هيكون في فيديو على حل الأسئلة كلها بالكامل الخاصة بالدرس 3 و 4 من كتاب المعاصر وفيديو آخر هيكون لشرح درس الجرامر على الصبورة يلا بينا كده نشوف قراءة الكلمات الأسئلة وبأكد عليك ضروري تدعمنا باللايك والتعليق واشترك في قناتنا وفعل زر الجرس وكمان اعمل شير لاسم قناتنا على الفيسبوك ولو محتاج أي درس طابق هتلاقيه في صندوق الوصف أسفل الفيديو على طول يلا بينا ركز بقى معايا واسمع كويس ولوانتير دونيدي 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 بوردن بوردن سكول بوردن سكول بوردن سكول بوردن سكول كرو 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 سيرفانت سيرفانت بهيف خد بالك هنا ما تنتهاش هاف زي ما بتتنطق لوحدة احنا هنا بتغير الصوت اللي هو الايدة بتغير النطق بتاعه من ا الى اي يبقى قولها بهيف 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 بيجر 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 كميانتي 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 دي طبعا اهم الكلمات احفظها كويس جدا يلا بينا كده نشوف بقي الكلمات اللي معانا طبعا قبلا نشوف بقي الكلمات مديني هنا exercise صغير كده على الكلمات اللي احنا قرقناها فوق دي تعال نحلو بسرعة ونشوف بقي الكلمات اللي معانا بول هنا you shouldn't be يعني لا يجب ان تكون ايه with young children مع الاطفال الايه الصغار يبقى لا يجب ان تكون cruel يعني قاسي او وحشي التصرف طبعا الكلمة دي مهمة جدا ودي يبقى عاوز يقولي هنا ان المالك بتاع الفندق غير اسمه والتصميم بتاعه والمالك او صاحب الشيء يعني owner وينا بقولي the a works in someone's home بيعمل في منزل شخص ما من اللي بيشتغل في بيوت الناس الخادم والخادم يعني servant we four هنا بقولي the a asks people for food and money بيطلب من الناس طعام وفلوس يبقى ده اللي هو المتسول او الشحات ويحنا يقول عليه beggar الكلمات اللي معنا بعد كده على lesson 3 فقط neighbor 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 mass exams mass exams mass exams trainers 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 volley pole team volley pole team mass teacher mass teacher school books school books secondary school secondary 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 school identify 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 local local market 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 لسن 4 رول كافي 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 راكمند 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 دايركشنز 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 كلمات اللي معنا بعدك هده تصرفات الأفعال ميت مت مت ميت مت مت يقابل فيد فد فد فيد فد فد يطعم نجي للكلمة وعكسها داليشس داليشس عكسها تيريبل حاجة لذيذة التانية فضيعة بلايت وهنا وانتاش الأو أو يبقى قلها بلايت 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 عكس مهزب أو مؤدب رود رود يعني وقح واحد يعني مش مؤدب أو العكس بتاع كمان بلايت ممكن رحطي لأي أم وتطنطق ام بلايت ام بلايت بلايت ام بلايت الجدول اللي معنا بعد كده جدول التعريفات ويلا بينا كده نشوف التعريفات اللي معنا عندنا أول حاجة cruel واللي معناها قاسي أو وحشي بقولي very unkind يعني واحد مش طيب جدا شرير يعني بعد كده عندنا هنا boarding school boarding school مدارس داخلية يعني إيه مدرسة داخلية تعال كده نعرف بقى التعريف لأن الكلمة دي مهمة جدا جدا ويمكن تعتبر هي وكلمة أهم كلمتين في الدرس تعال كده نشوف يعني هي مدرسة حيث يمكن للطلاب أن هما يعيشوا فيها طول الوقت during the school year أثناء العام الدراسي يعني بيناموا فيها وبتغدوا فيها وبتعشوا فيها وبيعودوا فيها التلمي بالكامل تعال كده نشوف يلا هنا behave behave هنا اللي معناها يتصرف أو يسلك يعني خلينا نقولها يتصرف بقول إن هي act or do something يعني فعل شيء ما in a certain way بطريقة محددة beggar تعريف مهمة أوي a poor person هو شخص فئير who lives by asking other people for money or food بيعيش بيعيش على طلب من الناس أنهم يدلوا إيه أولاد عن طريق النواب يطلب من الناس إنه يدلوا إيه فلوس أو طعام servant ده الخادم وده تعريف برضو مهم بقول لي يعني إيه servant بقول لي إنه هو a person who works in another person's house cooking cleaning et cetera يعني هو شخص بيعمل في منزل شخص آخر فيه بقى ممكن يبقى فيه كمان الطبخ أو التنظيف إلخ نشوف بقى كلمات اللي معانا community يعني إيه مجتمع بقول لي a small area منطقة صغيرة and the people who live in it والناس اللي عايشين فيها يبقى منطقة والناس اللي عايش فيها دي بنقول عليهم إيه مجتمع disabled بقول لي يعني إيه معاق أو عاجز بولي when someone can't use a part of his body أو body in the way most people can يعني هو عندما يكون الشخص غير قادر على استخدام جزء من جسمه بنفس الطريقة اللي معظم الناس بتستخدمه أو بيقول بشكل تاني not able to use part of the body يعني تكون غير قادر على استخدام جزء من الجسم بشكل إيه جيد often after an injury or disease يعني بقول لك بيكون غالبا بعد إصابة أو مرض donate اللي هي معناية تبرع ولي give something give something useful to a person or charity that needs help يعني بتعطي شيء ما مفيد بشرطة ومفيد لشخص ما أو لجمعية تحتاج للمساعدة give money تعرف تاني أن أنت تدي تتبرع بالمال food طعام clothes ملابس etc الأخر ليبقى to help a person a person or an organization عشان تساعد شخص أو منظمة كل ده يدي معنى إيه donate feed اللي معنى يطعن give food to a person group or animal يعني تدي طبقة الطعام لشخص أو مجموعة أو حيوان يبقى أنت كده بتعمليه بتطعم pick up lift someone or something اللي هو معناها يلتقط شخص ما أو شيء ما أو بشكل تاني بيقول لي collect something something from a place يعني تجمع شيء من مكان princess اللي معناها أميرة the daughter of a king or queen يعني ابنة الملك أو الملكة الجدول اللي معنا بعد كده ده جدول general notes ومدينا بس ملحوظات بسيطة جدا على دروس القراءة والاستباع هنا وهي الفرق ما بين disabled و the disabled و unable disabled disabled ده معناها لديه أعاقة أو عاجز ولسه قالناها من شوية و the disabled لما بتحط قبل الصفة the بتشير للناس اللي بتحمل الأعاقة اللي هما بنقول عليهم إيه دول الاحتياجات الخاصة الناس اللي عندهم أعاقة أو اللي احنا نقول عليهم ذول الاحتياجات الخاصة نقول عليهم إيه the disabled والكلمة دي تعامل كاسم جمع عن رغم منافعش اس ولا حاجة التالتة بقى معنا اللي هي unable واللي معناها غير قادر دي صفة هنا بمعنى غير قادر على عمل شيء يعني تدي معنا إيه can't يبقى لما تقولها she can't speak English هي هي لما تقولي she is unable to speak English يبقى unable تدي معنا can't لا يستطيع بعد كده معنا جدول prepositions والexpressions نقرأها كده عشان ندخل بعد كده على كراءة الدروس اللي معنا pick up pick up take off take off take وبعد كده اسم الملابس وبعدين ايه off يبقى take off اللي فوق معناها تيجي مع الطيارة بمعنى تقلع الطائرة تطير يعني وعندنا take وبعدها اسم اللبس وبعدين off ده معناها يخلع ملابس أو حزو cruel to يعني قاسي على او اتجاه polite to kind to come out come into work as وده بيجي بعضها الوظيفة زي مولك I work as a teacher أنا أعمل كمعلم work as act out left behind volunteer for volunteer for move to behave well behave well behave like a princess ask for money ask for directions get lost get lost pass أو pass the exam وده معناها يكتاز الامتحان عندنا حاجة تانية معناها ينجح واسمها succeed هكتبها لك برضو عشان لما تقابلك بعدك هكتب عارف succeed دي معناها ينجح ولكن succeed بتحتاج بعدها لحرف الجر in succeed in the exam لكن كلمة pass أو pass معناها يكتاز ولا تحتاج لحرف جر يلا بينا دلوقتي بقى نبدأ كرائة الدروس اللي معنا عشان أوضح لك كل حاجة فيها ركز بقى معايا هنبدأ كده بدرس الاستماع الخاص ب lesson 3 تعالك هنشوف أمال هنا بتقول ايه أمال هنا بتقول لنا our neighbor يعني جرنا هو 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 الشخص الذي ساعدني على اكتياز اختبار أو امتحانات الرياضيات بتاعي لو تاخد بالك هنا وده هو دي اللي أنا هشرح لك ان شاء الله في على الصبورة اللي هو درس grammar الخاص ب lesson 3 و 4 وهي حاجة اسمها ضمار الوصل اللي هي هو و which we wear هشرح لك و هتلاقيها كتير هتابعنا في درس النهاردة يبقى هو دي أولاد معناها اللذي أولاد يبقى هو الشخص اللذي ساعدني على اكتياز الاختبارات المادة الرياضة عنده 70 سنة ولا يعمل الآن ولكنه كان مدرس رياضيات من قبل قبل كده وهنا لو تاخد بالك هناك من بوكس دي غير عاقل فجاب بعدها which وده برضه يعني الكتب الاستخدامها لمساعدتي يبقى دي كانت الكتب الدراسية بتاعته القديمة عندما كان يدرس في المدرسة السنوية هتنتقل بقى سبت هنا مستر اسمان وهتنتقل على مين على العامة داليا بتقول لنا ان هي يعني هي الشخص الذي دايما طيبة معي يعني 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 اشترات لي الحزاء الرياض اذا انت شايفين ده الذي ارتديت عندما لعبت في فريق كرة الطيرة المدرسة وي بيقول لي لأول مر وي وان وي وان فوزنا بالمباراة وانطق الماضي بتاع وين انطو كاين بنطق رقم واحد بالضبط وين هتنتقل بعد كده على بنت عمها رانا فبتقول هنا يعني بنت عمي رانا الصغيرة ساعدت اثنين الاسبوع اللي فات عندما فقدت ايه ساعتي او ساد انا كنت حزينة لاني دي الساعة اللي اعطهاني في عيد ميلادي يعني المكان اللي فقدت في الساعة دي كانت الحديقة يعني بتقول لاني خلعتها يعني خلعتها لما كنت بلعب ووقعت مني رانا وجدتها تحت نبات لان اديها صغيرة جدا يعني يعني بقول قدرت ان هي عشان ايديها صغيرة تضع اديها اسفل النبات وتوصل للساعة السؤال اللي جاي على الجزء ده بقول هنا مستر اثمان طبعا هنا كانت ساعدها مستر اثمان عليك تيز امتحان الرياضيات اللي هي ماس ايه ماس اكزام نشوف مع بعض كده درس ريدن على لسن ثري سامير هنا بيقول لني بقول اي وارك از افولنتير فور اترتي ويج هالبس تقلين اور لوكال بيتش يعني انا بعمل كمتطوع كده لجمعية خيرية والتي تساعد في تنظيف الشاطئ المحلي بتاعنا في عطلة الاسبوع في عطلة الاسبوع بنذهب للشاطئ وبنجمع الزبالة اللي الناس تركوها وراهم او خلفهم يعني احنا دايما بنجمع كثير من الزجاجات البلاستيك تعالي كده نشوف فاطمة بتقولنا ايه يعني من الجيد ان احنا نساعد الناس في المجتمع يعني بتقول هنا انا بزور منزل كده للناس القبار في السن بزور بتقول هنا اللي هم ايه بقى اللي هم منزل احتاجات الخاصة او المعاقين لذلك من الصعب لعائلتهم ان هم يعتنوا بيهم يعني السيدة في السين يعني إيه؟ يعني بيقولي هنا أن الناس بتتبرع بالمال لهذه الجمعية الخارية لشراء الطعام للحيوانات مثل الإيه بقى؟ اللحصنة والجمال We help to feed the animals and look after them إحنا بنساك كده في إطعامهم في إطعام الحيوانات والاعتناء بيهم بيقول لنا بقى على الكامل ده بقول لنا This camel is very old الجمال ده كبير وعجوز وعجوز جدا And she is my favorite animal ده كمان إيه؟ مؤنس يعني بقول إيه؟ وهي وهي حيوان المفضل طبعا هو في number one كده بقولي هنا Mrs. Naila works as طب Mrs. Naila للبنت كنت بتقول عليها بتقول لي أن هي كانت شكلة طبعا ممرضة لو فاكرين يعني بالتالي هنا حلها لإيه؟ nurse أما في number two بقولي هنا the word means wonderful كلمة إيه اللي بتعني wonderful يعني رائع يبقى الكلمة اللي معناها رائع هي إيه fantastic الدرس اللي معنا ده بقى ده درس مهم جدا اللي هو قصة كده على بنت اسمها أو القصة اسمها a little princess يعني الأميرة الصغيرة طبعا الكاتب القصة دي واحد اسمه Francis Hudson ولكن ده ما يهمناش ولكن تعالا كده نشوف يلا نص القصة everyone at Sarah Cruz Borden school calls her a little princess because her father is very rich يعني بقول لي أن كل شخص في مدرسة سارة بيسميها الأميرة الصغيرة طب بيسموها لي كده بقول لي لأن والدها غني جدا after Sarah's father dies بعد ما باباها ما بيموت the teacher miss mentioned starts being cruel to Sarah because she has no money شوف بقى اللي حصل بعد ما باباها ما مات جات بقى المديرة اللي هي اسمها mrs أو miss تحديدا miss mentioned المس ديت بقول لي بدأت هنا تعملها بايه بقصوة طب بدأت تعمل سارة بقصوة ليه المديرة ديت بقول لك لأن سارة ما بقاش معها ايه ما بقاش معها فلوس بعد وفاة والدها يعني she makes Sarah work as a servant يعني بقول لي جعلت سارة تشتغل زي الخادمة بالضبط سارة has to work very hard and does not get much food يعني بيت سارة دي كانت ايه كانت بتضطر ان هي تعمل بجد وكمان ما بتحصلش على طعم كافي however ومع ذلك سارة decides to behave like a real princess يعني قررت ان هي ايه بقى تتصرف زي الاميرة الحقيقية بجد so لذلك بقى she is always kind and polite to everyone يعني لذلك يا دايما طيبة ومؤدبة مع كل شخص ومع كل واحد تعال كده تشوف بقى الموقف اللي حصل مع سارة ده one day في يوم الايام كده sawra finds a coin in the street وجدت ايه عملة عملة معدنية في الشارع she can't find the owner ما قدرتش تلاقي صاحبها طبعا بدأت تسألوا الكامده ومعرفتش توصل لصاحب ايه العملة she goes to the pickers to buy some kicks زهبت هنا سارة الى المخبز والطابونة عشان تشتيري اولاد ايه بعض الايه بعض الكيك بعد كده بقول لي when she comes out لما خرجت بقى من الطابونة she sees a beggar شافت ايه شحات او متسول and gives the girl most of her cakes واعطت للبنت اللي هي المتسولة دي معظم الكيك اللي هي اشترته اصلا من الايه من الطابونة Sarah can see that this girl is cold and hungry سارة هنا شافت او كانت شايفة هنا البنت هنا ايه ساعانة وكمان ايه جعانة سارة thinks فكرت ايه بقى سارة كده واعتقدت ايه that a real princess الاميرة الحقيقية should always be kind and generous يعني يجب انها تكون ايه طيبة وكمان تكون ايه بقى كريمة like this مثل ايه مثل هذا زي اللي هي عملته ده when the baker sees this لما البيكر الخباز شاف الموقف ده قدامه واللي حصل وهنا الخبازة طبعا عشان هي بيقول لي بعدكها she is surprised اندهشت اندهشت الخبازة this girl is very strange ده هي بتقولي نفسها بتقول بنت دي غريبة جدا اللي هي صارة يعني غريبة she is very poor هي فقيرة فقيرة جدا وبين عليها من لبسها but she is kind to beggars she thinks يعني ولكن نائبة طيبة مع المتسولين طبعا هنا بيقول لي ايه what is the main idea of the passage ايه الفكرة الرئيسية اصلا بتاعت الفاقرة ديت طبعا احنا ممكن نقول مثلا ايه little princess اللي هو اصلا من دهالي كده العنوان بتاعها او اقول مثلا ايه Sarah's life يعني حياة ايه حياة سارة نشوف كده الدرس اللي معنا بعد كده I think that the girl طبعا هنا الخبازة لسه بتتكلم على سارة معجبة جدا بيه شخصية هنا سارة ويهي انت صرف اللي عملته فلسه بتقول هنا رأيها فيها تقول I think that the girl who came into my pickers shop today was a servant يبقى انا اعتقد هي بتكلم نفسها بتقول اعتقد البنت اللي جات للنهاردة المغبزية لانها ما كانتش لابسها ملابس جديدة الملابس بتاعتها كانت قديمة شوي The money that she had was enough to buy a few cakes والفلوس اللي عدت هاني كانت يا دوبك بس تشتري ايه كعك ايه قليل I often see a beggar in the street where I work يعني انا غالبا مبارا شحات او متسول في الشارع اللي انا بعمل فيه She usually asks for money او الشحات يعني او المتسولة المتسولة دي بقول ان هي عادة بتطلب فلوس But ولكن When the young girl left my shop تركت البنت الصغيرة المحل بتاعي او الطابونة يعني She gave her most of her cakes اعطت معظم الكيكة بتاعتها ليها I was very surprised انا كنت منداشة I feel that this servant girl behaved like a princess يعني انا اشعر ان البنت دي تصرفت زي ايه اولاد زي الاميرة الحقيقية بجد او زي الاميرة بالضبط اخر جزء معنا في فيديو النهاردة ده جزء خاص بمهارة الالسبيكن وده بيساعدنا في حل الاسئلة الخاصة باسئلة الديالوج في number one كده بيقول هنا ازاي تسأل واحد وتقوله ايه الطرق اللي من خلالها بنساعد المجتمع هتقولها ازاي السؤال ده وتقوله ازاي هتقول what are some other ways ايه هي الطرق الاخرى Other ways we can help in the community اللي احنا ممكن ايه نساعد بها في مجتمعنا او من خلالها نساعد ايه مجتمعنا شو بها يرده لكي ولك we can help to clean our local peaches ممكن نساعد في تنظيف شواطئنا المحلية Help the disabled معناها المعاقين او زوال احتياجات الخاصة مساعدتهم Whose families can't look after them والذين عائلاتهم ايه لا يستطيعوا الاعتناء بهم Number two Which charitable work would you like to do Charitable work معناها العمل ايه الخيري يبقى ما العمل الخيري Would you like to do اللي انت تود ان تقوم به Why وليه شو با يقولكي I like working as a volunteer for a charity Which helps all people يعني انا عاوز او حابب ان انا اعمل كمتطوع لجمعين خيريه كده تكون بتساعد الناس الكبار في السن ايه السبب بقى Why Because those people really need help لان الناس دول حقا بيحتاجوا للمساعدة وبكده بكون وصلت معاكم لنهاية فيديو النهاردة اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفادت منه تنساش بقى تدعمونا باللايك والتعليق والشير والاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس لو محتاج بقى حل الاسئلة باذن الله هوفره لك خلال ايام وكمان حل او شرح درس الجرامر هينزلك برضه على طول اتمنى منكم الدعم باستمرار باللايك والتعليق والشير والاشتراك اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة